عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه هدفي واضح والدنيا هي الطريق لي جنة وفرد وصر وصحفة وحبيب مشتابي يسقيني شفاعي يالله صل وعليك اللهم صل وسلم وبارك عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ببرنامجكم بالدعاء وفقرتنا المفتوحة اللي نجاو فيها لأسئلتكو مع ضفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأذر الشريف اهلا بك يا شيخ أحمد الله يخليك يا رب يحفظك ويكريمك ويستورك يا رب يا رب الساتر وصحة لنا جميعا عنا تليفون نبدأ بقول تليفون عبير اهلا وسهلا اهلا بك يا مستوى ضعاء اهلا يا حبيبتي تفضلي عامل يا حبيب الحمد لله ازاي حضرتك انا الحمد لله كويسة والشيخ تمام تفضلي سؤالك يتسمح تشيخ احمد فين ممكن اتسأله سؤالك اسزاك يا شيخ أحمد الحمد لله بخير والله الحمد لله يا رب دايما Turbo انا عندي سؤالين يعني اهلاikk انا اول سؤال فيه حد قريب بيسألني على واحد عاية ارتبط بها واحد ايه حد غريب بتم واحد قريب بيسألني على واحد عاية ارتبط بها يعني بيقول ليش هذا يعني اخلاقه وكده هقوله ايه تقولي له ايه هي اخلاقها ايه يعني أنا مش عارق يعني هي كأخلاقها يعني قالك تقول له لا مش أكرش فيها بس أنا أخذ الكلمة منك أنت أنا مش عارف أقوله كويسة أنا ما تعملتش معها خالص يا صدق خلاص تقول له أنا معرفهش ده ما حصلش فيه تعامل ما بينك وما بينها فالأصل لإني عشان أشهد على غيري لابد أن يكون فيه تعامل حصل فيه تعامل أعرف هو إنسان كذاب هو إنسان أمين هل هو بيصلي هل هو يعرف رب أما حصلش أنا التعامل ده وبالتالي أنا لا أعرفه ده مش حرام عليه لما قلت ده يعني لا هو أنت تعملت معها لا يا شيخ ما تعملت طيب إبقى إنت ده مش حرام إبقى ده أنت بتشهدي بحق اللي هو أنا معرفهش فعلا أنا معرفهش آه ممكن أشوفها ممكن أتكلمتها معها مرة أو حاجة لكن كتعامل أنا معرفهش خالص وبالتالي سأل عنها غيري يعني قلوله رح يسأل حد تاني لإني أنا معرفهش لما نيجي نشهد على حد أو نقول والله أنت تعرف فلان أعرفه إزاي من خلال المعاملة من خلال المعاشرة من خلال اللي فيه الاختلاط ما بيننا فيه علاقات متواصلة فأعرف بقى هو الراجل ده أمين هل هو الراجل ده صادق هل هو بيصلي هل هو يعرف ربنا هل الراجل يعني أخلاقه عاملة إزاي أنا أمين ولا مش أمين كلام ده من خلال المعاشرة أدام ما فيش معاشرة وما فيش اختلاط مبيني وما بين الإنسان ده بتالي أنا معرفوش وما ينفعش اللي أنا شاهد تقول لا أنا معرفش اسألوا عنها حد غيري بس طيب معينا دعاء أهلا وسهلا إزاك يا دعاء عاملة إيه؟ إزاك يا حبيبتي عاملة إيه؟ ربنا يا خديت يا رب أنا بحب حضرتك قوي ربنا يا كريمك يا حبيبة قلبي تفضل أنا بس كان عندي سؤالين للشيخ أحمد فضل يا فندي أول سؤال هو حضرتك أنا أنا يعني أنا معي أبي ده سوى صغير يعني خمس ستة شهور بالكتير بضحى به كتير بالليل فبنام فبضحى الساعة عشر وخداشر الصب فضعوزة صلي دي مش عارفة صلي ولا لأ الوقت كده راح وقت الصباح حاضر ده السؤال أولاية السؤال الثاني السؤال الثاني هو أنا حضرتك يعني أنا تعبانا شوية وكده وأنا وسلفتي اتخانيقنا شوية في أحمس بيت عيلة فعادت تقولي أنت منذبتش لي عمات القتل النهاردة وأنتي كنت شايفة حماكتك النهاردة في عندنا زيوفتنا أنا تعبانا والمضاد الحاوي تعالي ومش أدرأوه وأنتي منذبتش لي مكاني لأنا كنت بدأ غدى مش فاضية فأنا تضيقت وتعصبت وعيطت فحماكت ياريت لي ما تزعليش بحاجة زي بعض فالموضوع ديقني أني يعني تزع أقتية فأنا قسمتها الصراحة وخصمتها بقالك قدي بقالك قديم خصمها بقالك قديم خصمها ما خصمها بقالك وقتها قدي ايه متخصمين يعني زي كده عشر تيام ولا حاجة 15 يوم فأنا عدت لها فأنا دلوقتي خبرتك مش عارفة وأولا دلوقتي دخل على العملية فأنا مش عارفة عدت لها قزة موقفة عايزة صلاحها فاجة بتقولي لأ كرمتك مين اللي بيقولك كرمتك أنا بيقولي نفسي أنا كرمتك أنا هارد عليك هارد على حضرتك حاضر وعايزك تدعيني بالله عليك الشيخ فأنا كل اللي يسمعك حاضر يا فندي وربنا يشفيك ويعفيك يا رب نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والعفية وأن يشفي كل مريضي اللهم أمين بالنسبة للسؤال الأولاني الأصل يخن في الصلاة خلنا نتكلم على الحكم ثم بعد ذلك نعرج على الفتوى الحكم أن الأصل الصلاة لوقتها أو على وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني الله رب العالمين وقتا للصلاوات مواقيت ما ينفعش للإنسان أن يتجاوزها إلا بعذر إلا لضرورة وجبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله وسلم وصلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين فقال بين هذين وقت سيدنا جبريل بقول للنبي يعني أأتي الظهر أوله وآخره ما بين ده 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 وأأتي الظهر ما ينفعش اللي إحنا نتجاوز نخرج من بره خارج الديرة بتاع الظهر دي فنصل الظهر في وقت العصر إلا 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 لضرورة إلا لعذر زي إيه يا إخواننا زي مثلا المرأة اللي هي عليها العذر الشهري حاضت ثم حصل الطهر بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر فيبقى عليها إيه عليها ظهر وعصر بعد صلاة العصر فعليها ظهر وعصر إنه لما حصل الطهر ده حصل في الوقت الضروري نحن الوقت وقتان وقت اختياري ووقت ضروري فعليها الظهر وعصر طيب مغرب وعيشة حصل الطهر ده بعد صلاة العيشة بنصف ساعة ولا بعد أزان العيشة فعليها الضوء عن مغرب وعيشاء وهكذا يعني أو عذر تاني زي إنسان نايم نايم يعني هو مش مفرط يعني هو نام قبل صلاة الظهر مثلا وكان تعبان جدا فاستيقظ بعد صلاة العصر هو حاول قدر إمكان إنه يقوم منجهز حاله وبتاعه والمناب ما قدرش هو تعبان مش قادر فنعمل إيه هل نعاقبه هل نقوله أنت آثم سيدنا النبي رح أقول لنا صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة إلا أنا بقاعد صاحي فالوقت يخرج مني فأنا كده مفرط فأنا كده يلحقني الإثم خلاص طيب انت بقى في عذر انت بقى الأصل الصلاة على وقتها إلا لعذر إلا لعذر كمثلا إنسان بيجاهد في سبيل الله كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة طيب أو نوم زي ما حصل لسيدنا النبي برضو قال كما في صيحة مسلم اكلأ علينا الليلة يا بلال احفظ علينا الليل أنت المنبه بتاعنا فسيدنا النبي نام وسيدنا بلال نام واللي صح النبي والصحابة الشمس حرارة الشمس يعني الشمس طلعت فنعمل ايه النبي قال يلا الأم المكان ده ونروح مكان تاني وبعدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة انت في الحالة بتاعتك دي بتحولي قدر الامكان لان انت تقوم بتزبط الدنيا ما قدرتيش بتنامي مع الواد وتصحي مع الولد يبقى ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقضاء اول ما تصحي تصلي ما يسأل الله ان يتقبل يا رب العالمين معينا امل اهلا وسهلا سمع عليكم عليكم السلامة فضالي ازاك يا حبيبتي اهلا بيك الحمد لله بخير والله الحمد لله بعد اذنك كنت عايز اخد ايها احادة وديني مشورتك فضالي يا فن دلوقتي ما بيحصل اي مخلافت او اي مشاكل ويجي مثلا زوجي من بره يكلمو ما بيسألنيش انا القرز اليوم لا انا مسامع يا انا ممكن نعل الصوت بس اما بيحصل اي خلافات مشاكل في البيت ما بين مين وبين مين بينك وبين زوجك بيت العيلة بيحصل اي مشاكل مثلا اي كلام اي خناءات بتحصل ما بيننا اه اول ما بيخش بيروحهم ايلله مراتك عملت وعملت 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 ناشي طبيعة البشر يعني مفروض مسلا يعملوا ايه بقى يندهوا مفروض ايه انت قلت مفروض يندهوا بقى يقولولي انت قلت واحد اتنين تلتة ايوجهوك يعني اه اه انا ادفع عن نفسي ايوه لأ الدول بيروح طالع هارف فيها وبالاقلام ومش عارف ايه ومشا دايم والفرق علي يسمحهم بنا ويعني حاجات مش كويسة ماشي وانت بيبقى رد فعلك ايه انا ببقى مستغربة يعني اما ازاي كل واحد بياخد حق امراته وانت زي اللي بيتعاملني كده ايوه مستغربة جوا نفسك ولا بتقولي يعني بتعباري بتقولي ايه بتقولي له ازاي تعمل كده ازاي انت غلطان ازاي وجهني معاياهم يعني كلام ده بتقولي ولا بتسكتي لأ بقوله المفروض ان انت مثلا انت شايف اخوك هوت يعني وقف لمراته وشوف عملها ايه انت ليه ما بتعملش زيهم ده ليه انت بتيجي على طلب تيني قدامهم ليه بتبهدلني ليه على طلب مسيكلي مثلا طيب بيرد عليك يقولك ايه يعني هو لما حد بيقومه بيتنرفز وبيبقى كأنه واحد تاني وبعدين يرجع يبقى طبيعي وكأنه ويرجع بقى مثلا لو جيتش يفاتحتي مثلا وتقوله لي انت عملت كده يقول لي ما تفاتشينيش في اي حاجة حصلت خاصة اللي حصل حصله عادة مفيش حاجة اسمها كده طبعا طبعا انا اروح اتكلم مع مين طبعا محدش خالص بيتكلم معاه محدش خالص بيقدر عليه طبعا هو بقى اعيدلي من الشغل مفيش مش عارف ايه طبعا ابني عندي ولد الاربطني يهدهولي يا رب فالمهم بيشتغل فطبعا فلوس شغله انا قلت ما احفظ له عليها واعملها له جزاية جمعية كده واحفظ له مثلا باسمه في البنك هل مثلا يعني اللي انا بعمله ده غلط او صح دلوقتي تي سؤالك ايه سؤالك على موضوع فلوس ابنك ولا سؤالك على ايه انا انا كلمت اول حاجة الموضوع اللي حصل ما بينه ما بينه المشكلة اللي في البيت ايو المشكلة اللي في البيت دي المشكلة اللي في البيت دي انت ما دخلتيش اهلك ما دخلتش حد كبير انت منك ايه هو بس كمه ما هو اهلي قالوا لي لو بيتي خد لو جينا خد ناكي انخلصك طبعا انا عندي ولادي كبار مش كده غيرين انا بقالي ما انتشهر سنة متجوز اه تمام طبعا ولادي كبار مش كده غيرين مشش عايزة احفظ له عليهم عشان خاطر لما يكبر يعرف مثلا يعني يعمل حاجة نفسه ميش ابنك ابنان اشتغل صح ابنان اشتغل صح مم ابو انت عاملة ده باسم مين باسم ابنك ابنك ابنية باسم ابني وبعدين هو هيحط الفلوس في البنك باسمه صح انا هحطه له اب اسمه هو باسم ابني ايوة تمام ميش احب عشان لما يكبر مثلا عشان هو ولا مثلا اهو عامله حاجة ولا محتاجة احنا عادين فيش ابيت عيلة ما فيش مكال ابني يعود فيه ما فيش اي حاجة خالص كل مكالبه يقول لي هو لما يكبر يتعمد على نفسه احنا دعا تمدنا على نفسنا طبعا يعني الدنيا زي ما انت جايب حضرتك غلق ده فما فيش ميش يا حبيبة قلبي خلاص اللي هو المزبع خلاص يا امل احنا بداخلنا السؤالين عندك سؤال تاني بس هو حضرتك يعني طبعا عمله اللي هو بيعملها زعلاني منه جوزك او ميش على طول مثلا يعني قلبنا على بعض على طول اه ياخد مثلا من هنا يودي هنا مثلا طب ليه انت بتعمل كده مثلا انت بنت مثلا شايفهم هم مع بعض شلوين ليت ما تبقاش مثلا معي كده ميش يا حبيبة قلبي ودي اسلوب ودي حياتي انا اقول لي بقى اعمل ايه ميش ربنا يهديه لك حبيبة قلبي سواء اي انسان في الدنيا انا اسمعت ان فلان دا بيقول علي كذا او بيحصل منه كذا الاية على طول ان جاءكم فاسقكم بنبئين فتبينهم ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ايبا نادمين فدي قضية مهمة جدا كنا احنا بنتخطى القاعدة دي ونبدأ نحاول ان احنا نتعامل بالهوى او بالدراع زي ما بيقولوا يعني فهذا اندل فانما يدل على فساد طوية انما يدل على فساد خلق للأسف الشديد احنا احنا مش منضبطين بضابط الشرع الشريف وبالتالي بيحصل بقى ايه اللي هو اول حاجة نواعت في المصيبة اللي انا فيها دي فانا ان جاءكم فاسقوا فتبينوا فانا لم اتبين فدي مصيبة الحاجة التانية مش بقى ايه فتصبح على ما فعلتم اللي هو اللي انت تتهم الاخر دون بيّنة لا دا انا تعديت دا انا بدأت اظلم انا كمان انا وقعتنا كمان في التعدي وفي الظلم فبدأت اضرب فبدأت هين فبدأت اشتم طب هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من خلق المسلم دا يعني اذا كان الانسان مؤمنا بالله تبارك وتعالى مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فلابد ان يرى ذلك اثر ذلك على سلوكي وبالتالي انت لازم تعود معاه تتكلم معاه سمعين الكلام اللي احنا بنقوله دا دخلي حد كبير يقعد يقوله يا ابن اللي انت بتعمله دا التق الله رب العالمين على طول انت تقوله لو سمحت وجهني بيهم دلوقتي لابد اللي انت يعني تحولي بقدر الامكان ان هو يسمعك ويقعد معاه بالروحة كده وهو يسمعك مش بوقتي المشكلة سيبي المشكلة تعدي تماما خلاص الريح دي تنتهي وبعد اما يحصل بقى الهدوء تعود معاه تقوله انت عملت معي واحد تين تلاتة ممكن بعد اذنك تتبين ممكن بعد اذنك تتثبت يبقى لابد من هذا الحوار بينك وبين الزوء حاجة تانية ابنك بقى بيشتغل ربنا يبارك في اولادكم يا رب وانا دايما اقصب الصلاة صلوا صلوا عشان يبقى فيه بركة وربنا يطرح البركة فيكم وفي اهل بيتكم وربنا يبارك في ارزقكم يا رب الولاد بيشتغل والولاد صغير طب انا عاوزة احوش له قرش كل الناس بتعمل الكلام ده كل ام بتعمل الكلام ده اي اب بيعمل كده مع اولاده وما عندناش مشكلة خالص والفلوس دي هتروح وتتحط باسمه لغاية لما يكبر وهو اللي هيصرف هو بحيس ان لما يكبر ان شاء الله يلاقي حاجة ما فيش مشكلة خالص اللي هو ابقي عليك بعض مالك فهو خير فهو خير لك مش الاصل الانسان ياخد المال فيبدأ يبعثره يمين وش مال لا حافظ على جزء من المال تستند عليه وقت الضائقة ووقت الحاجة ما فيش مشكلة ان شاء الله هنطلع في واصل ونرجع نتمل حلقتنا خليكم اشتركوا في القناة